السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نهاردة 25 نهير 2013 اول حاجة ان احنا نبرك الثورة ان شاء الله نقول لكم السلام طيبين ان شاء الله ربنا يعيد علينا بالخير ويعيد علينا ان شاء الله بالتمكين ويعيد علينا برفع للامة ويعيد علينا بالتحرر من القيود ومن الزلل في افكار بسط خالص ان شاء الله تعجبكم هيكل لها بسط جدا لان انا لها واحد من نغبة ولا مفكر سياسي ولا مفكر استراتيجي ولا ناشط سياسي انا واحد بسط جدا من شعب المصري ويكون لها افكار يعني بشان المعلفها لان لقيتها في الكتب ولقيتها في جرانين اللي واحد بقيتها فحابنا نفكر فيها مع بعض يعني اول حاجة ازاي اا ننهب بالبلد احنا محتاجين دلوقتي نقعد ندور على افكار ازاي البلد اللي حوالينا قيمت ونحاول نشوف ايه اقرب فكرة لبلدنا اا ده النداء لنا كلنا كل واحد يدور ويشوف اا من دلنا حاجة كويسة برنامج الخواطر لان شايف التجارب بتاع الدول التانية وحطها في فيديو فنبدأ نشوفها ونبدأ نشوف ايه انسب حاجة ايه ونبدأ نطبقها لو تدر تطبق فكرة في مدرسة او في مصنع او في شركة طبقها بحيس كل اللي حاوليك يغير منك ويحاول ان هو يقلدك خليك انت صباق هلك انت كنا من الاوائل نحاول نشوف ايه التجارب الجاملة جدا نحاول نبدأ نعملها نحاول ندور على افكار بالذات اللي مشكلة الفلوس لان انت لما تيه الكلام حاول نبدأ مسئوليني ونكتب الميزانية ومش الميزانية ندور على فكرة ما تكررش فلوس بالعكس تكون هي اللي هجيب فلوس ويش تحتاج فلوس في الاول زي ايه زي ان احنا يعني من دلنا حاجات اللي مفروض ان ايه يزرر فيها قانون اا ان اللي يزرع ارض تبقى ليه دي تتطبق تشارع فيها قانون اا ان مثلا انا جيت في الصحرة وزرعت ارض وده من الاسلاح ان انا لو زرعت ارض تبقى الارض دي ملكي يبدأ مجلس الشعبي يشرع قانونه لكده ممكن يحط قيود ليها ان مثلا الارض دي تكون خارج الانطاق العمراني اللي معروف دلوقتي يعني خارج الكهرة واسكندرية واسوان اا لو زرعت حتة بره الاماكن دي يبقى الحتة دي تبعك ممكن يخليها قليها يحط لها ايه شروط فيش ايه مشكلة خالص تمام دي فكرة مدين للافكار فكرة تانية برضو اا الحتة اللي هي بتزرع في قلب الشارع اا اللي هي الناس يعني بيزرع حاجات منظر وخلاص او شجر زينة او شجر فوش طمر مفوش صمر فاحنا ممكن ندور مثلا احنا اا نكلم المسؤولين هما مثلا يزرع برطقان يزرع مانجا يزرع جرجير يزرع اي حاجة بحس انها هتبقى برضو هتبقى منظر جميل وهتبقى الناس تاكل الناس مش لاقي تاكل فاحنا ايه احنا زرعين النخل ما بيجيبش صمر منظر وخلاص طب ما نزرع النخل بتاعنا اللي هو في بلح وفي نفس الوقت شكله جميل مش شكل وحش اااا في ناس طرحي كتير جدا انها ااا تزرع الطريق الصحراوة مثلا الطريق تاكل قدرع الجنبين تزرع لانها مشكلة التحق Breeze خلاص عربية ماشى افاق مية وهتبدأ ترش وهتلاقي الحاجات دي كلها لزارعات طيب ما دي فكرة جميلة وبياخد هو المحصول لا مشك ايها مشكلة خلاص اااا يعني نبدأ ندور على الحاجات وندرح المسؤولين نشوف ايه الحاجات اللي حا ممكن نعملها يعني كان في الصناعة الحياه عمر خالد ايه الصناعة عمر خالد كان حاط شفات افكار حلوة يمكن ان احسن الحاجة عمل عمر خالد ليس صناعة الحياة نبدأ نشوف ايه لفقرة حلوة ننفذها زي الزراعة في البيوت زي نشوف المشاوعة الصغيرة نبدأ نعملها اا نبدأ نحاول نشوف ايه الحاجة اللي ممكن نعملها تبقى كويسة لينا احنا بنعمل لمصر بنعمل لينا احنا بنعمل للاجالة اللي جاية زي من اللي بيحكم دلوقتي اللي بيحكم دلوقتي اربع سنين معجبكش اداو انتخب واحد تاني هيا مشكلة خالص هيا دي الديمقراطية ان احنا نحترم رد الشعب ونبدأ بعد الاربع سنين دول نعمل نشوف لو مش عجبنا الاداء نختار واحد تاني نعمل مشكلة خلص احنا كل اللي علينا تلوقتي ان احنا نفكر في مصر ما نفكرش في حاجة تانية نفكر ازاي ننهض مصر نبدأ نشوف العلماء اللي برا اا في بعض الدول لما جات تنهض عملت ايه بقى تتشافز في كل دولة ايه ابرز ناس من رجالاتها هي يعني هنبعت مسلا الناس في المانيا نشوف مين ابرز ناس مين احسن ناس في البلد دي مصريين ونقول لهم تعال له ابن مصر احنا ما نقدرش نقول له كل العمالة اللي برا مصر تعال رجعي لان احنا ما عندناش اا اماكن فاضية ده احنا عندنا عمالة زايدة احنا هنبعت نقول مسلا نروح لالمانيا نروح امريكا نروح كل الدول نشوف ايه احسن عناصر مصرية ونقول له تعالي هما شغالين معايدين في الجامعة يجوا يشتغلوا معايدين عندنا في مصر وبمرتب براية من المرتب بتاحهم نبدأ نشوف اا رجال الاعمال اللي برا والااا والعلماء ونبدأ نشوف طب قدر واح باش قادر يجي عنده ظروف نبدأ نتكلم معاه نقول له طب انت مسلا نعلم طب خد عشرة من افضل الطلبة عندنا في مصر علمهم خليهم معا خمس سنين يتعلموا منك وبعد بعد الكم سنة دول يجوا يخدموا في بلدهم وينقلوا خبراتهم اسنان ما هما شغالين ينقلوا خبراتهم للاااا اصدقاءهم وزمنائهم الموجودين في مصر دي من ضمن الافكار البستة خالص اللي احنا عايزين اااا نطالب بها المسئولين ولو في افكار اعمل فيديو حطه اكتبه على نت اكتبه على اليوتيوب في اناس حتى افكارها بسطة جدا ومادالك جميلة جدا زي الفكرة ان احنا ندي اي شركة مشاركاتك كبيرة خدي الميترو اعمالي العلانات بتاعتك زي ما انت عايزة ومقابل كده انت مسؤول على السيانات بتاعته ومسؤول على ان بتحصرش ايه ما في شكلة كل الاطراق كده كل المتراءات كده كل الطرق كده نبدأ نشوف او حتى ممكن نقول لها يعني خد انت اعملي الدعاية وقت الفلوس واحنا نكتفق مع شركة متخصصة في السيانة انها تعمل السيانة للحاجة بحيس انها ندبا متحصرش ايه كارس خالص فيها فكار بسطة جدا ونبدأ نشوف العلماء بتاعها بتاع برة يعني مثلا في الطرق في مهندس قوي جدا اسمه هاني عزر كبتي او مسيحي مصري نجيبه ونخليه يجي يعمل لنا الطرق بتاعه ان هو انا واثق ان هو مش تاخر عننا في علماء كتيرة لنا مسلمين ومسيحيين احنا محتاجينهم احنا محتاجينهم ومصر محتاجاهم وكلهم يعني نحسابهم على الخير ونحسابهم ان هو مش تاخروا ان هما استجابوا لدعواتنا وان هما يجوا يساعدوا في بناء مصر ريت اي حد عنده اي فكرة ما يستضغرهاش وماقولش لا ده فكرة بسيطة لا ده انا هطلع يجم بالناس اللي مسكها لا دور علي فكرة موجودة على النت اي فكرة تجيلك اي فكرة تفكر فيها خش اكتبها ممكن ممكن واحد يقراها ينشرها ممكن توصل لحد من المسئولين ممكن تتنفس في يوم من الايام حتى لو ما نستتش تشوففيك كفا هنا ان انت تشوفها والتaments فاشنا فيه اخترPRات كتيرة نصبت لناس تنيا غير اللى اخترعوها بس اا� يعني اتعملت وبدأ هو شافها جيلو شافها او كفا ان ربنا عارف ان انت مثلا اللي تعرفت فيها او ان انت اللي نشرتها انا بشوف افكار كتيرة جدا عند الشباب بس بيكسف في النواة يقولها انه مثلا بيبقى خجلان مثلا او يعمل انها طلعي جنب الناس المثقفين او الناس اللي هي نخبة والحاجات ديت لا احنا عايزين نبوثقين في نفسنا ونبدأ نحاول نشوف اي افكار حلوة ان شاء الله تنهض بها مصر ولنا رجاء برضو ان نشوف الناس اللي احنا عارفينهم ووثقين فيهم نشوفهم في الوزارات زي الستوزة بالفتوح الدكتور والفتوح عايزين نشوفهم مثلا ليه افكار حلوة او في التب ليه منسوكش وزارة الصحة في بعض الرموز حلوة او في القضاء في يعني في بعض الرموز محتاجين ان احنشوفها يعني الرئيس الوزراء او رئيس الجمهورية او اي يعني حاول يجيب الناس اللي هي معروفة عند الشعب والناس بتحبهم ويحطهم في المرصب بتاعتهم يشوف من اللي معروف في القضاء ومن الرمز من رمز القضاء من اللي يمسك وزارك كزا ومن اللي يمسك عايزين ناس اا يكون الشعب واسق فيهم الشعب عارفهم الشعب اا عارف ان لهم افكار حلوة اا ان شاء الله تبدأ مصر تنهض بهم اا نفس كل مسئول ما يخافش ان هو يعين واحد تاني يقول لك الواحد ده ممكن يكون يغط علي لا اا احنا كل الناس على الاجل مصر اا مش مهم الاسم يذكر المهم ان مصر تنهض وان احنا يحصل فينا عندنا تقدم اقتصاد ان شاء الله انا عارف ان اطولت عليكم بس الافكار مكتش مرتبة اا كل الفكرة ان احنا نفسينا بس ان احنا ننهض بمصر ويتمنى ان شاء الله ان مصر تنهض بنا ان شاء الله اخوكم عمار سنيه اشتركوا في القناة